اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبحثهاش الشغل كله بصير على المتغيرات مساكلنا المتغيرات قلنا ممكن تصنيفها الى متغير حسب القيمة المخدر المتغير ممكن نقول عنها متغير متصل او منفصل وحسب التأثير والتأثر يا متغير مستقل يا متغير تابع وقلنا فيه متغيرات فئوية كمان صح ولا لا اوكي طيب وبعدين صنفنا ودينا كل واحدة على نوع من انواع التدريج تدريج الاسم والترتيب والفترة والمزبوط هذا كان نهاية الفصل اللي فات اليوم بدنا نبدأ البيانات اللي احنا جمعناها بدنا نبدأ اول خطوة من خطوات التحليل او جني الثمار انا ليش جمعت البيانات عشان اطلع بمعلومة من هذه البيانات اول خطوة فيها اللي هي تبويب هذه البيانات الان بنا نشوف الان انا عندنا طبعا البيانات اللي احنا نجمعها قلنا نوعين فيه بيانات نوعية وفيه بيانات كمية صح بيانات نوعية وكمية النوعية اللي يعبر عنها بالالفاظ زي تقديرات الطلاب اقول ممتاز جيد وجيد جدا هذه بالالفاظ في بيانات يعبر عنها بالالقام زي الطول زي الوزن زي الحجم مزبوط هذه بيانات كمية هذه إلها تبويب وهذه إلها تبويب تبويب يعني أحطها في فئات في مجموعات تمام؟ سواء بيانات نوعية وفي بيانات كمية هذه إلها شغل وإلها عرض بياني رسومات خاصة وهذه إلها عرض وبيانات خاصة حلو الكلام؟ هنبدأ أول حاجة مع البيانات النوعية ونبدأ شرحها بمثال نبدأ أولا البيانات النوعية في الواقع البيانات النوعية بتكون مصنف وجاهزة يعني مصنف حالة لحالة نأخذ إحنا المثال اللي هو موجود معنا صفحة 27 بقول تقدم ثلاثون طالبا لامتحان الإحصاء وكانت تقديراتهم كما يلي معطيني الآن هو تقديرات ثلاثين طالب لو اطلعت فيهم هلاقي جيد ممتاز جيد جدا ضعيف جيد مقبول ضعيف ممتاز جيد جدا الآن مجرد النظر إلى هذه المواد أو العلامات البيانات الخام قدامي ما بقدرش أطلع بأي وجهة نظر أو حكم على الشعب اللي هذي تقديراتهم صح شايف ممتاز شايف ضعيف شايف جيد جدا ما بقدرش أقول والله الشعب هذه مستوها فوق المتوسط فوق الجيد ممتاز دون المتوسط بقدرش أحكم عليها لكن لما أصنفها وأخلص بقدر أحكم الآن هذه البيانات مصنفة وجاهزة باعتبرها من البيانات الفئوية صح لأنه لو أخذ التقدير أي طالب من الثلاثين حيطلع يا ضعيف يا مقبول يا جيد يا جيد جدا يا ممتاز غير هيك ما فيش إذن الفئات تبعة البيانات اللي عندي مصنفة وخالصة مبوبة وخالصة أو مجزأة وخالصة تمام فأنا الآن أول طريقة من طرق تبويب البيانات أني أعرضها في صورة جدول تكراري جدول أكم واحد ممتاز أكم واحد جيد جدا أكم واحد جيد صح بمجرد النظر في هذا الجدول بقدر أحكم على الشعب فإحنا بنعمل حاجة بسموها زي تفريغ البيانات نبدأ في جدول نقول هان التقدير أو الفئة علامات التفريغ وهانا نقول التكرار ومن الآن FI جاي من كلمة تردد أو التكرار التك تردد يعني أكتر من المرة أوكي نبدأ الفئات ممكن أرتب تصاعدي وممكن أرتب تنازل يعني ممكن أبدأ من ضعيف مقبول جيد إلى آخر أو ممتاز جيد جدا يا تصاعدي يا تنازلي عشان ما نغلبكوش بس حاخد زي ما في الكتاب بس عشان ما نغلبكوش بدي أبدأ ضعيف خلص بس معلش ما فيش فيها ميزة إنكم تنقلوني المكتوب لأنه سهلات صح قلنا هنا مميزات ضعيف ما فيش على علامات يعني حتى لو نقلتوني ضعيف مقبول جيد فيه ناس بتحب تردد مع المحاضر فيه ناس بتحس بحال أنا منظر يعني أنه أنا ممتاز يعني أنه أنا ممتاز بأعرف بأفهم بأحكي مع لا مش الحاجات هذه اللي احنا بندور مين يحكي معنا لأنه ما نسأل سؤال بندور على ناس صح حينها ببين أوكي علامات التفريغ إيش مقصود علامات التفريغ الآن أنا بدي أمسك أنا مش عارف بس أنا بدي أفرغ العلامات الآن بدي أمسك التقديرات طبعا في الكتاب أنا صفطات عندكم السطر الأول فيه 10 تقديرات 10 تقديرات 10 تقديرات هاي الثلاثين مش منزل يعني هذا ممكن واحد يعمالهم كل سطر فيه 6 أكم سطر بلزمني 6 في إيش أعطيني 30 صح هاي سؤال 6 في 5 بتنعتين صح فممكن أعمالهم في 6 أسطر كل سطر فيه 5 5 تقديرات أو 5 أسطر كل سطر فيه أو 10 أسطر كل سطر فيه 3 وهكذا صح؟ كل هذه تحليل عوامل الضرب عشان يعطينا النازج 30 أوكي معلنا فأنا الآن بدي أمسك السطر الأول وإيش مكتوب عندي أول واحد جيد السطر الأول هايو هان 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 هذه البيانات بدي أفرغها في الجدول كمان مرة هذه مصنفة لأنه فئات جاهزة صح زي ما قلنا الحالة الاجتماعية أي أنسا لو لمسكنا في الشارع يا أعزب يا متزود يا أرمل يا مطلق فيه غير هيك فيش أربع يبقى مصنفة لو دكتب ما بكتب من هان لو عندي بيانات فالفئات هذه جاهزة صح فأنا الآن هذه الفئات أنا بكتبها كيف علامات التفريق أول تقدير عندي جيد بحط عقبال الجيد شرطة كويس بعدها ممتاز هاي شرطة كمان ممتاز شرطة كمان جيد جدا بعدها ضعيف بعدين جيد كمان ممتاز بعدها جيد جدا بعدها مقبول جيد هاي خلصنا سطر الأول مفروض هذول قدش عدد هين عشر تقديرات هان مفروض يكون عشر شرطات هاي خمسة وهاي خمسة هاي عشرة مضبوط منسيتش ولا وحدة صح طيب هذا السطر الأول الآن بدي أجي للسطر الثاني مكتوب مقبول بعدين ضعيف جيد جدا ممتاز جيد الممتاز الخامسة لنعملها بميل لتسهيل الإحصاء ماشي هاي خمسة هاي صار عندي خمسة بعدين جيد جيد جيدين وبعدين مقبول وجيد هاي السطرين النجل السطر الأخير ممتاز ضعيف جيد جدا ممتاز جيد مقبول ثلاث جيدات أخير وبعملهم في جدوى الخاص باجي بعمل أعمل هنا الفئة التكرار هانا زي ما لكاتب ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز ثلاث خمسة أحد عشر أربعة سبعة هذا الجدول اللي أنا بقدمه للناس أو بقدمه إلي لما نخش غرفة المدير أو الناظر أو الناظرة بنلاقي على اللوح جداول عدد الشعب وأكم مدرس أكم عاشر أكم حد عشر أكم ثاني عشر مزبوطة لا في علمي في أدبي هذا الجدول مجرد النظر للجدول بأخذ المعلومة اللي بدي إياها أنا الآن النظر لهذا الجدول ولا النظر للتلاتين مشاهدة اللي قدامي طبعا النظر للجدول أفضل بطلع الآن بلاقي أنه أنا عندي اتنين وعشرين من تلاتين من جيد وفوق معناها شعب ممتازة هذه كنتش قادر حكيه وهن ثلاتين مشاهدة قدامي إذن هاي أول صور عرض البيانات اللي هي في صورة جدول هي تبويب مبوّب ومجاهزة يعني في إيش في فئات هذه النقطين بس مع السجعة لأبدات فوق ها كويس فهذا أول صور العرض طبعا هذا اللي احنا بنقدمه للناس وهذا زي المطبخ لما تعمل لكيه كعيد ميلاد ولا هاجي هذا المطبخ فيه جلي وقشر وقشر بيض وبطاطا ورب جلي فوق بعضه صح هذا لكن اللي بنقدمه للناس بتلاقي هالمفرش وهالكيك وهالوردات هذا اللي بنقدمه للناس وهذا في الكواليس ماشي الحال هذا هو اللي احنا بنعرض وهذا اللي بتشوفوه انتو على اللوح عند المدير أو عند النازة تمام هاي أول صور العرض واضح بأخذ منها معلومة وبقدر أحكم ولا لا تمام أكم واحد أخذ ممتاز سبع يعني لو عملت أنا لكل شعبة من الشعبة للمدرسة نعمل جدول زي هاض مجرد النظر باعرف ويقول والله شعبة متين واثنين أضعف من شعبة متين واثنين فيش عندي متين وواحد لأ متين واثنين كده هاي ممتازين شعب يعني 11 واحد جيد جدا ثلاثة بس ضعاف ثلاثة بس ضعاف وخمسة مقبول يعني ثلاثة من ثلاثين اللي حملات المادة ممتاز ممتاز أنا عندي عادة بيكون عندي ثلاثة من خمسين ممكن يعيد المادة فيه ناس بتغيب فيه ناس ما بتحلش خالص فيه ناس ما لهاش دعوة مش عارف اسم المادة هاي دول البرج أما الطالبات اللي بيحضرن وبيشاركن بيحلل الأنشطة وبيحاولن بإن شاء الله بكون وضعنا كويس إن شاء الله أحب نطمنكم طيب احنا قلنا في أول يوم لا خلاص ما علينا خلاص هذا أول نوع من أنواع عرض البيانات يبقى أول نوع من أنواع عرض البيانات هو إيش اللي هو عرض في جداول هاي أول واحد الآن بدنا نمثلها بيانيا كيف نعرض البيانات النوعية بيانيا طبعا في عنده أكتر من المثال في الكتاب أنا خليني على الجدول اللي عملناه صغنا تعبرين فيه بدنا نمثله بيانيا فيه عندنا عدة طرق لتمثيل البيانات النوعية عندنا حاجة اسمها الأعمدة البيانية البسيطة وفيه عندنا الخط المنكسر وفيه عندنا الخط المتعدد فيه الأعمدة المتعددة أو المزدوجة إلى آخر بنخذها واحدة واحدة ببساطة نبدأ أول حاجة واحد الحين طبعا العرض البياني العرض البياني بدنا عرضها بيانيا واحد تمثيل تمثيلها بالأعمدة البسيطة البسيطة قبل ما نشرح الأعمدة البسيطة فيه عندي لقدام قلنا البيانات الكمية هذه النوعية البيانات الكمية بأرقام حيكون لها تمثيل بياني بشبه تمثيل الأعمدة بدي أربطوا من الآن عشان نفرق بينهم حتلاقوا الأعمدة البسيطة وكيد بتشوفها على التلفزيون وغيره عمود وهنا عمود وهنا عمود وهنا وهكذا صح؟ ارتفاعاتهم حسب التكرارات هيك بيكون فيه حاجة تانية كل حاجة هل حين هنأمل أنا بس أقول لكم إيش الفرق فيه هيك الفرق بين هاضو هاضو إن هدول هدول ملزجات هدول ملزجات في بعض هذا المدرجة هذا بسموه المدرج التكراري هذا بسموه الأعمدة كويس؟ بدأ فرق بين الأعمدة والمدرج لما أقول الأعمدة في مبنى بتلاقي هان عمود هان عمود هان عمود متفرقة في مسافات بينها ولا بنجمع كل أعمدة بدل ما حط واحد غاد واحد غاد نحط إنهائنا وخلاص بنفع؟ فالأعمدة تتوزع عشان تشيل الحمل صح؟ لكن الدرج فاشكن درج هان ودرج غاد ودرج غاد في الدرج الدرجات تكون متلاسقة مصبوطة لا لكن الأعمدة متفرقة فلا قدام هامل هاي اسمها المدرج التكراري هاي الدرجات ملزجات في بعض ولونه اتنين نفس الشكل أعمدة وواقفة صح ولا لا لكن هادي بدي أسميها مدرج لأنها زي الدرج ملزجات في بعض وهذه أعمدة لأنها زي الأعمدة متفرقة حلو الكلام؟ هنعمل الآن هادي بس للبداية هنعمل الأعمدة البسيطة دايما بنبدأ بمحورين محور أفقي والمحور الرأسي دايما بيكون عليه تكرار دايما الرأسي بيكون عليه التكرار رمز التكرار F-I أو تكرار أو التكرار هنا بيكون دايما التكرار وهان بيكون الأرقام الأخرى أو الفئات الآن أريد أعمل أعمدة بدي أعمل الآن بنا نعمل الأعمدة كل فئة إلها عمود كل فئة إلها عمود الممتاز إلها عمود الضعيف إلها عمود المقبول إلها كل واحد إلها عمود والأعمدة قلنا في بينهم فراغات صح؟ عشان اسمه رسم بياني يعني شغل هندسة وشوي الترتيب ويفترض أن البنات عند الترتيب أكتر من الأولاد معظم الأولاد حتى في النشاط اللي في البيت وبقعد معايا ومين وثلاثة عبن ما أخذ النشاط بيده برسم وعنده مصطرة وعنده كل حاجة والبنات برتبن وبلونن ما علينا المهم يحلن صح حتى لو حتى لو رسمت بيدها بيطلع يعني حاجة مرتبة نوعا ما ما علينا مجاملة لكم أوكي كويس؟ فالآن أنا بدي كل تقدير له عمود مستقل فعشان الترتيب والتنظيم كل عمود بدي أعمل عرضه سانتي والفراغ نصف سانتي ممكن أعمل العمود عرضه العرض لازم يكون واحد كل الأعمود عرضا زي بعض مش واحد هيك وواحد هيك كل واحد حسب النصاح أو ما نصاح ناشل حاجات هذا بنفعش لازم يكون العرض زي بعض التفاوض في الارتفاع فقط ماشي؟ مين أعلق حسب التكرار أما العرض أنا بدي أقارن ارتفاع ولا عرض بنفعش وبالتالي عشان هني بيختلفن على بعض في التكرار هنعمل العرض واحد والمسافات واحد طيب كمان مرة بدي أخلي عرض المستطيل سانتي والمسافة بينهن نصف سانتي لو عملت العرض سانتي والفراغ سانتي كله واحد المهم تكون حاجة مرتبة فأنا بدنا نعمل قبل خلينا نرتب التكرار هاي سفر أكبر رقم عندي قديش؟ إذا عندي وسع أكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة لمصر لو عندي وسع بقول لو عندي الصفحة يا بنات خلوكم معي تركزوا فيش مكتوب حاجة في الكتاب مش عارفش تطلع لو عندي وسع أكتب من واحد بلاحدة عشر بكون أحسن حاجة تمام؟ عشان ما نخليهاش لها التقدير أنا أقعد أجدر لا لكن ما فيش بقدر أعمالها اثنينات أهم حاجة أهم حاجة لما أبدأ من الصفر أول رقم بأكتبه بعد الصفر بفرض علي بتحكم فيه إيش أكمل أفرضي كتبت هانا خمسة يبقى حمشة خمسات خمسة عشر خمسة عشر عشر لو كتبت ثلاثة تكون ثلاثة ستة تسعة أقضى جدول الثلاثة لو كتبت أربعة تمشي أربعة اثنين اثنين واحد واحدات فيه ناس بلاش نعطي لقب جنبها بتكتب السفر وبعدين تكتب ثلاثة بتحط ثلاثة بعدها خمسة بتحط خمسة أربعة تحط أربعة بتحط أربعة يعني الأربعة فوق والأحدى عشر هان بدأ إعدام هان طبعا إلا من لاجينا إلا من لاجي لكن أمر طبيعي هان أمر طبيعي لأن السلوك الإنساني عموما فيه متوسط وفيه ناس أقل كثير خالص وفيه ناس أعلى كثير من المتوسط لكن هذا عددهم مقليل وهدد عددهم مقليل معظم الناس عند المتوسط معظم الناس عند المتوسط فهذا البغضاء للتوزيع الطبيعي اللي هو التوزيع الطبيعي اللي هو هنوخده الفصل السابع إن شاء الله تفضل تمام فأمر طبيعي إن لو لقيت متخلفين من الأولاد بيكتبوا هنا بلاقي ثلاثة خمس أحداش أربعة سبعة بفاش أنا أكبر رقم عندي أحداش عد الخنات اللي عندي لقيتهم بقدر أكتب اتنين أربعة ستة تمانية اتناش عشرة ما فيش دقة تقروا معي خليم أوكي صح؟ اتناش بهمش يعني ممنوع أقف عند عشرة لأنه في عندي احداش تمام؟ لو بدينا ثلاثة أقول ثلاثة ستة تسعة اتناش من عند الصفر أخذ فراغ قد ما يكون المهم أبعد عن الصفر هاي هعمل سانتي للضعيف أترك فراغ نصف سانتي عشان الوسع كمان زي ما خدت هانا سانتي أخذ هانا سانتي للمقبول عرض العمود نفس عرض العمود والفراغ نفس الفراغ بعدين أخذ سانتي لإيش للجيد نصف سانتي للفراغ بعدين سانتي للجيد جدا ممكن نكتب جيد جدا زي ما نكتب هانا جيم جدا مش مشكلة اللهم نميزة عن هذه فراغ نصف سانتي وهانا كمان سانتي للممتاز هانا نكتب فئات أو تقديرات وهانا تكرار تمام الآن ارتفاع العمود حسب التكرار أول واحد عقبال الثلاثة يعني في المنطقة هذه تقريبا طبعا انت عشان المسافة أبعد أنا ملزق في اللوحن حتشوفوا أعمدة المهم المقبول قديش خمسة يبقى هاي جهان عقبال الخمسة في الحدود في المنطقة هذه طيب بعد هيك الجيد عند الـ 11 بيجي فوق إلى بعده على الأربعة يجي هان والأخير على السبعة تقريبا هان هذا هو التمثيل طبعا عشان ممكن نضللها بعطينا رؤية أو منظر أحسن عشان نفرغ الفرغات والأعمدة نفسها ممكن تكون تضلل وبلاش طبعا زي ما أنا أخذت بيانات أو معلومات من الجدول ممكن أخذ العلامات أو البيانات اللي بدي إياها المعلومات من الشكل مين أعلى عمود أعلى تكرار أكثر تقدير تكرر بين الطلبة الجيد لأنه في 11 طالب أخذوا جيد صح أقل تقدير حصلوا عليه الطلاب اللي هو الثلاث اللي هو الضعيف هذا البيانات بأخذها من الرسم زي ما بأخذها من الجدول ماشي الحال إذن هذه من صور عرض البيانات إذن عرضنا البيانات بطريقتين الجدول التكراري والأعمدة البسيطة اسمها أعمدة زي ما قلنا كمان مرة في بينها فراغات صح بين كل عمود والتاني وكل عمود يرتفع حسب تكرار خلصنا بالأعمدة البسيطة حلو الكلام حدا عندها سؤال تمام الآن نروح ل الخط المنكسر الخط المنكسر اتنين الخط خلي نمسح هذا اللي هان تفضلي بس يا بنت بس 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 انت انت ضحيتك مع كلام زميلتك بتكرر بتطلعه برا ماشي طيب خلص خلوكم معنا ورا خلوكم معنا هذه قاعدة توتوتين قاعدات ورا يا بنتي طلعي هنا بس انه فيك يقاعد اوه انتي نعم انا سمعت سؤال الجداول في بيانات زي هذه ممكن اعطيك انا عشرين تقدير و اقول لك وزعين او فرغيهم في جدولة ثم امثلي ممكن جدا في البيانات الكمية اللي هي الارقام احنا بنعطيك الجداول الجاهزة بس حنشرح لكم كيف نكون الجداول تبعت البيانات الكمية لك نقول لكم احنا بنعطيكو اياها لكن هذه وارد جدا زي المثال ما هو موجود تقدم ثلاثون طالب او عشرون طالب او خمسون طالب لامتحان وكان تقديراتهم كذا وكذا فرغيها في جدولة ماشي الحال لانه هذه مصنفه جاهزة الضعيف والممتاز والتقديم مفيش فيها اجتهاد كنا لازم نحل بنفس الحال الان بدنا نشوف كيف نمثل هذا الجدول بالخط المنكسر في الروضة او في البستان الولد الصغير اول ما بتعلم بتعلم الخط المنحني والخط المنكسر صح ولا لا؟ بعرف الخط المنحني وبعرف الخط المنكسر طبعا خط المنكسر عبارة عن قطع مستقيمة او عدة نقط موصل بينها بالمسطرة صح؟ خط منكسر وبالتالي الان لما بدي نمثل هذا الجدول بالخط المنكسر كل فئة حيكون لها نقطة واحدة بس واضح؟ يعني للضعيف في نقطة عقبال الثلاثة للمقبول نقطة عقبال الخمسة وهكذا لان بدي نقطة ووصل بينهم بالمسطرة وبالتالي لما اجي بدي ارقم السطر اللي تحت اللي هو الفئات مش رايح اعمل فراغات زي الاعمدة كل واحد لها عمود مستقل وبينهم فراغات لا حاجي اعمل اول تحذير زي ما قلت ابعد عن السفر هذه اول حاجة ممنوعة ابدا منها بابدا هان هاي النقطة بقول تحتها للضعيف بدي اخد سانتي يبقى كله سانتيات مفيش فراغات هاي ضعيف هاي مقبول عشان نقاط جيد جيد جدا كمان سانتي هاي ممتاز تمام؟ الآن الضعيف عقبال قديش؟ عقبال الثلاثة هاي النقطة هاي النقطة المقبول خمسة خمسة تقريبا هان هاي خمسة ضرورة تكون نقطة فوقها الجيد عند ال11 تقريبا ها اللي بعدها اربعة هاي اربعة والاخير اقبال السبعة هاي النقطة الآن التوصيل هاي خدي 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 هاتي اعطيها لأي واحد الآن للتوصيل مش هاي أنا بدي اوصل وارسم بس يطلع بس ولا فراش ولا حاجة اع كيفي انا اوصل هادي مع هادي لا بالدور الاولى مع التاني مع التالت مع الرابع واضح؟ هاي اول لقطة ممكن نعملها بلون تاني هاي اول نقطة الاولى مع التانية مع التالت مع الرابعة مع الخمسة هذا اسمه الخط المنكسر هذا كلام بسيط جدا واضح؟ نقط ونوصل بينها بالمصدر سهل جدا خلصنا نروح لحاجة اسمها الاعمدة المزدوجة الاعمدة المزدوجة ايش انا عمدة الدوائر بدنا ناشي اياه ماشي اذا بدكم بشرحلكوا اياه بس مش مطلوبة هاي انتم عشان تسألوا هاي اول حاجة يا الله شط اهم حاجة عندكم بلاش منها بالذات انتم عشان احصائها حيوية الوقت ديق شوية طيب الدوائر هاي بلاش منها الان بدنا نروح لايش الاعمدة المزدوجة طيب ناخد الجدول اللي معمول عنا في الكتاب على فرض على فرض اقولكم ممكن نعمله على اللهان وخليل في الكتاب مثال تاني يعني على فرض عندي انا شعبتين طلاب وطالبات هاي على المثال اللي قد دام ولا في الكتاب تقول في الكتاب ولا حاجة فيش مشكلة هنعمل هنا تكرار بس خلوكم معي بس تكرار ممكن نقول هنا طالبات طلاب فيش مشكلة زين في الكتاب ولا غير الكتاب مش مشكلة هاي جدول للطالبات وهنا الطلاب نقول هاي اربعة سبعة تمانية سبعة بلاش تنمر وارقام عنصرية بلاش منها خمسة هذون خمستاش عشرين اربعة عشرين هاي ستة مثلا تمام الان بديمثلها بالاعمدة البسيطة وبيديمثلها بالخط المنكسر في خط اعمدة بسيطة مزدوجة وفيه خط منكسر متعدد ايش عن متعدد ممكن نقول مزدوج لو كانت انتين بسميه مزدوج لو تلاتة بكون متعدد تمام اكتر من اتنين منسميه متعدد كيف يعني طبعا ما فيش عندي انا طالبات وطلاب فيش نوع ثالث لكن لو كان عندي مثلا انا صاحب شركة وعندي تلات مراكز واحد في رفع واحد في خنيونس واحد في غزة بعمل رفع خنيونس غزة بصير عندي ثلاثة صاح حسب الارقام اللي عندي فبصير متعدد احنا خلينا على المزدوج والمتعدد بفريجها الله فالآن لما اداجي امثلها بالاعمدة البسيطة بدنا امثلها بالاعمدة البسيطة زي ما اتفقنا على المحور الرأسي دايما هان الاف اي او التكرار اكبر رقم هان عندي 11 واكبر رقم هان عندي 8 بقى اكبر رقم 11 الرقم على ال 11 هان الصفر 2 4 6 8 10 12 12 10 8 2 4 6 هان الفئات لما بدعمل اعمدة هعمل مسافات تفضل اعمدة طبعا في عمود لكل فئة في عمود وفي فراغات لأن اتفقنا احنا انه الاعمدة مالها متفرقة في بينها فراغات مصبوطة الى اعمدة وبالتالي لا الضعيف بدعم لا الضعيف بدعم العمود لا الضعيف بدعم العمود ولا المقبول عمود للجيد عمود وهكذا في بينهم فراغات أرجع لقصة سانتي ونص سانتي فبدأعمل سانتي للضعيف نص سانتي فراغ كمل هنا مقبول ونص سانتي فراغ وهان للجيد نص سانتي فراغ هان جيد جدا هان نص سانتي وهان الممتاز وهان التقديرات أو الفئات طيب ليش الزن شغال لما بدير وجهه نركز ما فيش كلمة ضروري تنجال خلي نركز هان ونفهم طول ما بتحكم مع بعض وبتلعبوا بتشتتوا بجل التركيز بدل ما تكون المادة بسيطة بتصير صعبة صعبة أو فوق المتوسطة مش سهل تستوعبوها نيجي للضعيف الآن أنا عندي طالبات وعندي طلاب الضعيف للطالبات قديش؟ ثلاثة بدير يرتفع العمود تبع الطالبات هاخد عنص العمود الآن نصه للطلاب ونصه للطالبات تمام؟ هدول بيرتفع عندهم العمود عقبال الثلاثة والطلاب هيرتفع هان عقبال الخمسة تقريبا هان معلش قايل للسقوط نعدله كمان مرة هاي شلناه كويس؟ هالحين أنا عامل سانطي لكل تقدير كمان مرة عشان اللي سرحت أو بقت تبرم مع اللي جنبها ها تنتبه الآن قلنا الضعيف إيهلو سانطي المقبول سانطي الجيد سانطي هذي ممكن تعمليها اتنين انت حرة ممكن تعملي كل خانة اتنين سانطي والفراغ سانطي أو نص سانطي زي ما بدك المهم عرض المستطلات أهم حاجة يكون قد بعض حلو الكلام هاي سانطي هاذا السانطي بدي أقسمه بالنص نص للطلاب ونص للطالبات تمام نفس الخانة اه فهذا الخانة تقسمه بالنص نص يرتفع حسب تكرار الطالبات والنص التاني يرتفع حسب تكرار الطلاب في حيطة مشتركة بينهم تمام فالطالبات عقبال قديش التلاتة هاي هاي الطالبات الطلاب عقبال الخمسة تمام باجي بعمل وبعمل هاي زي دليل الخريطة طالبات طلاب فكرة وضحت بثيئة لي ها حتى كملنا أو ما كملنا إلا له بداج أعمل المقبول مثلا حيردفع عند الطالبات النص الأولاني عقبال الخمسة والطالب والطلاب عقبال الستة هيطلع ستة فوقها بشوي تمام وهكذا للباقيات واضح هاي اللي هو الأعمدة المزدوجة نفس الكلام لو طلعتوا على المثال صفحة خمس سلاتين هتلاقوه نفس الاشي هاي يميز طبعا ايش منقط تنقيط وايش مظلة لتضليل ومكتوب الدليل تبع الخريطة تبع الرسم واضح اللي عندها اي سؤال تسأل نروح للخط المنكسر المتعدد نفس الجدول بدنا نعمله بالخط المنكسر نعمله بالخط المنكسر صار اسمه خط منكسر متعدد اكتر من واحد بدنا نسميه متعدد حتى عند السؤال هان فضلي التمانية موجودة في السطر الاخير واللي قابله والتسعة في السطر التالت من تحت او التالت من فوق اصغر رقمين هن تمانية وتسعة اصغر رقم فيهن التمانية اذا اصغر مشاهدة هي مين؟ اتعني اكبر مشاهدة تلاتين تمام؟ يبقى المدى عبارة عن ايش؟ اول خطو بحسبها اول خطو بدي حسبها طبعا هذا عدد الفئات محدد من السؤال تمام؟ الام ده حسب المدى اللي هن بسموه الرينج الرينج عندي بساوي اكبر مشاهدة ناقص اصغر مشاهدة ساوي عندي اتنين وعشرين تمام؟ طول الفترة الان عندي انا هاي الارقام عندي اقل مشاهدة تمانية واكبر مشاهدة تلاتين بدي اصنفها الى ست فئات لو جيت عملت انا زي هيك مبدئيا هتكون هاي وحدة هاي فئة اتنين تلاتة اربعة خمسة هاي ستة بدي اعرف ايش الارقام اللي بدي احطها انت طلعوش وتنقلوني انا حافظوا يعني من غير الكتاب لكن افهموا الان المدى من هان لهان في عندي اتنين وعشرين خانة يعني المسافة ما بين اصغر رقم واكبر رقم اتنين وعشرين هاي الاتنين وعشرين بدي اقسمها الى ست فئات متساوية الطول نفس المسافة يعني هاي المسافة قد هاد قد هاد قد هاد ايش الارقام اللي بتنحطها فاحنا بدينا نعرف حاجة يسمها طول الفئة طول الفئة بتساوي المدى على عدد الفئات ويساوي المدى تنين وعشرين وعدد الفئات ستة يساوي تقريبا اربعة ليش اربعة لان تنين وعشرين على ستة تقريبا تلاتة وستة من عشرة يمكن بس لا العلم على فرض لو كان المدى تسعة عشر وقسمته على ستة هحطوا برضو اربعة ما ليش انا بقول وليه جبت هاد خدوا بالكم هذا التقدير هنا اربعة مش سؤال تقريب تبع الحساب لا هذا سؤال لطول الفئة للجدول ماشي في طول الفئات ما بيعننيش سؤال التقريب خمسة او اكتر خلييني يكمل لو لقيتيني ما حكتهاش بتسأليني ماشي بدأ اقسم تساطاش على ستة واتطلع على العدد العشري ما بيلزمنيش اطلع على اول خانة بعد الفاصلة اكبر من خمسة ولا اصغر مش شغلي مجرد انه في عدد عشري جنب الفاصلة قرب العدد الصحيح للعدد اللي بعده بمعنى هذه لو قسمتها تطلع ثلاثة فاصلة واحد وشوية ارقام هذه بتتقرب لاربع لو اطلعته في الكتاب صفحة واحد واربعين تحت القانون اللي بتنقلوني منه فيه سطر مكتوب ايش لأعلى دائما ايش كلمة دائما يعني لو كان جنب الفاصلة واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا سبعة ولا تسعة كل واحد بدور على العدد الصحيح وبزود عليه واحد بدور على العدد الصحيح وبزود عليه واحد تلاتة وايش بحطه اربعة مباشرة خمسة وتلاتة من عشرة بحطها ستة واضح؟ سبعة وتسعة من عشرة بحطها تمانية سبعة واحد من عشرة برضو بحطها تمانية واضح؟ يعني ايش مكان جنبه دائما زوده للعدد الصحيح واحد حلو الكلام؟ طيب يبقى الآن طول الفئة اربعة هاجي كالتالي اهم حاجة قبل ما نكمل ونعمل الجدول اهم حاجة انه الجدول اللي بدي اعمله لازم يشمل جميع البيانات اللي قدامي عندي خمسين رقم لازم حدود الفئات يشملن كل الارقام بمعنى ممنوع ابدأ من العشرة او من التسعة لانه عندي تمانية وين بدها تروح؟ لو بدت من عشرة وقلت عشرة اتنى عشر بعتاش ماشيت سبت ورايه التمانية والتسعة صح؟ يبقى ممنوع الجدول يطنش اي مشاهدة من المجزات عندي لازم يبدأ اقل مشاهدة او اقل منها يعني بنفع ابدأ من السبعة بنفع ابدأ من الستة لان لو مشاهدت من الستة وكملت هاخد في طريق التمانية والتسعة لكن لو بدأت من عشرة مش هاخدهن خالص صح؟ وبالتالي بنفع ابدأ بايش؟ باصغر مشاهدة او اصغر منها كمان لما انهي هان ممنوع انهي عند التمانية وعشرين او التسعة وعشرين لانه عندي تلاتين بتظلها برا لازم انهي باكبر مشاهدة او اكبر منها يعني لو خلصت عندي الاثنين وثلاثين بكون شمالة التلاتين عندي ولا لا لو انهيت عندي الخمس وثلاثين بكون شمالة كل البيانات واضح؟ يبقى هاي عندي شرطين اني ابدأ باصغر مشاهدة او اصغر منها وانهي باكبر مشاهدة او اكبر منها حلو الكلام؟ خلاص؟ اوكي الان نكمل احنا عنا اقل مشاهدة ثمانية حسابنا قال لي طول الفئة قديش اربعة بدي ازود على التمانية اربعة اتناش زودة اربعة ستاش عشرين اربعة وعشرين تمانية وعشرين واربعة اتنين وثلاثين بشمل التلاتين ولا لا؟ اتفاقنا انه اكبر من اكبر مشاهدة بمشي الحال عشان احافظ على انه كل الفئات ايه الهن نفس الطول طول هن اربعة صح؟ من تمانية لاثناش اربعة من اتناش اربعة وهكذا حلو الكلام؟ هذه اول حاج الان من الخط اللي ان رسمته الفئة الاولى هاي هذه الفئة التانية هذه الفئة اللي فيها الارقام من تمانية لاثناش هذه الفئة فيها من اتناش لسطاعة في ناس حيسألون اللي اتناش وين هتروح سبهان ولا هان هالحين هاجوبكو عليها كويس؟ تستاجلوش هاي الفئة الاولى التانية التالت الرابعة الخامس السادس زي ما بيدوا السؤال حلو الكلام؟ الان الفئة الاولى التمانية لها تسمى الحد الادنى والاثناش الحد الاعلى كل فئة لها حد ادنى حد اعلى هذه الحد الادنى للأولى وهذه الحد الاعلى للأولى في نفس الوقت هي الحد الادنى للثانية صح ولا لا؟ وهي الحد الاعلى للتانية وهكذا هذه الحد الادنى للسادسة وهي الحد الأعلى للخامسة حلو الكلام؟ طيب هذه التسميات بس لما أقول لي كوني الحد الأعلى والحد الأدنى تعرفي تتصوري أن حطناهم في خط واحد ماشي الحال؟ خلوا إذا فيه سؤال ولا حاجة تسألوني بعدين الحد الأدنى الحد أعلى بس يعني الآن إحنا في دي مئة وخمسة فوقنا دي تلاتمئة وخمسة فوقها دي أربعمئة وخمسة بنزود خلينا نقول إحنا مئة أو واحد أول اللي بدك إياه يعني طول الفئة عندي واحد الآن السطح هذا زي ما هو سقف بالنسبة لي أرضي للي فوقي صح ولا لا؟ فالـ 12 نفس القصة الـ 12 هو سقف بالنسبة للفئة الأولى لكنه أرضي بالنسبة للفئة الثانية حلو الكلام؟ لو جيت عبيت بضاعة في الثقف هنا في الغرفة بقدر أعبيها للآخر لكن مش ممكن أتجاوز السطح صح؟ لو عند السطح لو عند السقف ما بيع لاش الآن لما بتدعمها للفئات تأخذوا بالكم عشان نقول لطمعش مع مين نأخذها بتدعمها للجدول الآن كالتالي إحنا زي ما قلنا البيانات الكمية تشمل بيانات متصلة يعني البيانات الكمية اللي يعبر عنها بإيش بأرقام مش ألفاظ يعني الطول درجة الحرارة الوزن تأخذ أرقام عشرية ولا لا فممكن يكون نبات ممكن أطوال نباتات تكون من 8 سنطي إلى 11.99% مثلا ولا لا فيه المليات هذه موجودة في الأطوال وبالتالي إحنا بنعمل الفئات عندنا متصلة فبنعمل هنا الفئة التكرار قبل التكرار اللي هي علامات التفريغ أنها قبل علامات التفريغ خلنا نعمل الفئة طيب أول فئة دعا عملها من 8 إلى وهيك تكتب هذه تقديرها من 8 إلى أقل من 12 من 8 إلى أقل من 12 اللي بعدها من 12 إلى أقل من 16 8 إلى 8 إلى 8 إلى 12 إلى فأنا الآن كلمة أقل من هذه بدي أشيلها وتفهم تلقائيا أن هذه الشرطة مش إشارة ناقص هذه تقرأ إلى نركز هنا نركز هنا بلاش يعني ما أكتاب يا بتتبع يا ما مش عارف تتبع بتركز إذا عندها معلومة زيادة بتكتبها نركز الآن هذه الفئة هذه من إلى 8 إلى ولا تقرأ ناقص 8 الناس اللي بتصرح واللي بتلعب لو انتبهت فجأة حتقول السالب ليش ما استخدمناش السالب في الحل وهذا مش سالب هذه المالة أمسك كتاب تاريخ ويحطوا لي صورة واحد بكتبه من 1668 إلى 1692 مثلا هذه إش تقرأ إلى من إلى عشان نحسب عمره صح فهذه الشرطة للفترات فترة حياته من إلى وبالتالي هذه الشرطة تقرأ عندي إلى من 8 إلى أقل من 12 عشان الـ 12 ما تنحسبش هان الـ 12 تنحسب هان من 12 إلى أقل من 16 يعني أي عدد يبدأ من 12 ويظلوا ماشي لما يصل أقل من 16 بشرطة بيجي هان صار 16 بنتقل للفئة إيه اللي بعدها واضح الكلام يبقى خلينا نكمل بدي عد 6 فئات هاي 8 12 بزود 4 و 4 20 و 4 و 4 و هاي 1 2 3 4 5 آخر فئة بدي نسكرها 28 إلى 32 30 سكرنا واضح الكلام لأ لأ عشان طول الفئات يكون أربع واضح لأنه الآن لقدام لما نشتغل في الجداول التكرارية للتوزيعات البيانات الكمية هايين حاجة يسميها مركز الفئة مركز الفئات أجمع حد أدنى مع حد أعلى وقسم لازم يكون متناسق مع بعض ماشي وبالتالي هاي الفئات اللي عندي الآن علامات التفريغ وهنا التكرار علامات التفريغ بعد ما بوابت شفتوا كيف اتغلبنا احنا و احنا بنشرح هذه لكن في البيانات النوعية كانت مصنف وجاهزة فهمتوا شو يعني التبويب التبويب هذا اللي أصنف إلى فئات أنا اتغلبت البيانات الكمية لكن البيانات النوعية مصنف وجاهزة كانت ممتاز وجايد جايد جدا مفصولات كل واحدة في فئة لحالها صح لكن هان أنا اللي مضطر احط الارقام من عندي و انا احدد يمكن اغلط فيهم لكن هديك مفيش فيها غلط واضح طيب وبالتالي هاي تبويب البيانات النوعية الكمية الآن علامات التفريغ مثلا لو انا مسكت الخمسين الرقم اللي قدامي اخدت العمود الاول في خمس ارقام عشان الخمسين عندي عشر عمدان بدي اخد اول خمس خنات بس اول خمس ارقام في العمود الاول ونشوف كيف نفرغ ونقول وهكذا الى اخره هانا المفروض علامات واضح الاحمر ولا نرجع الاسود واضح اوكي الان اول رقم عندي ايش 18 بيجيني هاد صح 16 اقل من 20 هو اكتر من 16 وقل من 20 بقى فادل فيها واضح هاد الشرطة واضح تاني بطن عمل اشحة الناس اللي سرحنين او مش من تبهين كمان مرة الان بدي ابدأ افرغ البيانات في الجدوى اللي عملناه اول عمود بدنا نفرغه خمس ارقام بخمس شرطات واضح اول رقم عندي 18 وين 18 تقع هان 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 اكتر من 16 وقل من 20 بحق هاي شرطة بعد 18 22 عشان اسهل عليكم بس هيك المساعدة لكم هاي الفئة الاولى التانية التالتة الرابعة الخامس السادس عشان تقولولي فئة خامس هيك رابعة احسن 22 في الرابعة يبقى هاي شرطة صح؟ 22 اكتر من 20 واجل من 24 يبقى تقع في هاي الفئة البعدة خمستاش في التاني في التاني صح؟ البعدة كمان خمستاش في وين؟ برضو؟ زي الخمستاش أنا مش مساحة وعدت من أول ولا كله طيب 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 ماذا؟ هالحين أنا رجعت للسؤال صفحة 40 عندي أرقام هاي خمسة 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 عشر خمسات كويس؟ أخذت الخمسة الأولى بدأ فرغها وزايها بنفرغ الخمسة اللي بعدها واللي بعدها لما نخلص الخمسين أخذت أول عمود مش أول سطر أول عمود رأسي قلت لكم أول خمسة التمنطاش أول رقم هاي 18 بتيجي في الفئة الثالثة البعدة 22 في الفئة الرابعة صح؟ بعدها خمستاشين هاي واحدة هان هان لأن الخمستاش أكبر من 12 و أقل من 16 إحنا بقول من 12 إلى أقل من 16 معاي؟ ها؟ طيب أوكي بعدها إيش؟ 12 تيجي في الفئة هان هاي خمسة خلصت نأخذ كمان عمود؟ ولا وضحت؟ ها؟ أبدو نلعب أهلا ماشي بنأخذ كمان عمود العمود الثاني 24 هايو جاهز اللي بعدها 16 هاي هان بعدها 20 هايو بعدها 14 في اللي فوق صح؟ بعدين خلصنا هدول مفروض يكونين 10 أربعة وخمسة تسعة واحد عشر هاي عشر شرطات بعشر أرقام وهكذا لما نخلص بنكون وصلنا ل اللي هو الجدول الموجود هنا صفحة قديش؟ 42 تمام؟ بكون عمل كل الشرطات الخمسين وراح عدهن أه طبعا كل هنا مثلا هاي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة هاي وحدة البعدها خمسة واحد اثنين ثلاث الخاص يا بنات اسأليني اسأليني بعيد لك اسألي طيب الحمد لله الآن بعد ما بخلص باخد العمود الأول مع العمود تبع التكرار الأخير وخلاص هو هذا اللي بديه طيب كل هذا زي ما قلنا احنا مش هنطلب منكم في الانتحان هنعطيكم الجدول الجاهز كويس؟ لكن انا بلزمني المصطلحات لان احكيتها قابل بشوية الحد الأدنى للفئة الحد الأعلى للفئة في حاجة ما هنقول مركز الفئة هنواخده لاحقا يبقى الآن انا بكون عندي الفئة التكرار اللي هي الاف اي من تمانية الى ناش الى ستعش الى اقل من عشرين الى اربعة وعشرين الى تمانية وعشرين الى اتنين وثلاثين وبنخلص ستة عشرة سبعتاش تمانية تمانية اربعة مجموعة لازم لو قال لي مجموعة او مجموعة بدي طلع عندي خمسين تمام؟ هذا هو الجدول لا ايش خلاص ايش خلاص بس 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 يا بنا طيب هذا بالنسبة ل الجداول طبعا احنا قلنا مش هنطلب منكم انا اعطيكم ارقام ونقول لكم كونه هذا الجداول عشان صعب تحسب مدى وتحسب بطول الفئة وابصر ايش في ناس بتغلبوا احنا قلنا بكف نعطيهم الجدول ونقول لهم مثلو بيانيا عنا بس نوعين من التمثلات مش زي البيانات النوعية اخدنا اعمدة بسيطة واخدنا اعمدة مزدوجة اخدنا خط منكسر واخدنا خط منكسر متعدد وفي دائرة كمان ما اخدناهاش هانا هناخد نوعين بس والتالت ما بدناش ايا يعني مش مطلوب منكم وين 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 يلا عشان تشطبوا صح؟ احب معلك وتسمعوا كلمة مش مطلوب هناخد الان ان شاء الله المدرج التكراري اللي نبهنا له قبل بشوية نفس الاعمدة بس ملزقات في بعض زي الدرج المدرج التكراري والمنحنى التكراري المتجمع الصاعد بنخلصهم وبنخلص ان شاء الله تمام؟ ان شاء الله نروح الان لتمثيل مصطلح المدى قول الفئة هذه ضرورة انحفظ لكن تكوين الجدول احنا عفناكم منه الحد الادنى للفئة الحد الاعلى لازم نعرف اوكي الان بدنا نمثل هذه البيانات الكمية بيانيا واحد تمثيلها بيانيا المدرج التكراري 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 لا هي الصح التكراري الراع عشان مفتوحة تفخم او الصح ان تفخم تكرار بنقول تكرار اما احنا نقول التكراري اخذت التا عشان مكسورة سحبت الكاف ساكنة اه فيها كلام اه فيها احكام التجهيز اوكي ما علينا المدرج التكراري المدرج التكراري بس هي مفتوحة مدام مفتوحة قولا واحد تفخم بس بعطيكم بريك انا من لحصة شوية منخش على حكام التجويد اوكي طيب زي ما اتفقنا نفس الأعمدة بس فيش بينها فراغات وبالتالي لو اخذت سانطي للفئة الاولى جنبها سانطي للفئة التانية فيش نص سانطي فراغ اتفقنا الاعمدة هي المتفرقة لكن المدرج متلاسق وبالتالي نرجع للجدول تبعنا الفئة التكرار ثمانية ناش ستعاش شرين أربعة وعشرين ثمانية وعشرين خمسة وعشرين في ظهركم نين ثلاثين هان ستة عشر سبعتاش تمانية أربعة خمسة الآن أكبر رقم عندي قديش سبعتاش أكبر رقم سبعتاش هنيجي نعمل هان وهان ايش التكرار الاف اي هان حدود الفئات هان السفر سبعتاش اتنين أربعة ستة تمانية عشرة اتناش أربعتاش ستاش تمنتاش اتنين أربعة ستة تمانية عشرة تمنتاش أربعتاش ستاش تمنتاش ولا واحدة قالت معي أوكي كويس الآن بدأ بدأ عن السفر وأبدأ أعمل الأعمل الأعمل least للفئة الأولى هاي حطيت أول نقطة هاي صانطي للفئة الأولى كمان صانطي للفئة الثانية هاي التالت الرابعة الخامسة السادسة تمانية اطناش ستاش خربطنيش عشرين اربع عشرين تمانية وعشرين اتنين وثلاثين طبعا الاثناش زي ما هي حد أعلى للفئة الأولى هي حد أدنى للفئة الثانية يبقى فيه حيطة مشترك بينهم صح؟ الاثناش زي ما هي حتسند عمود الفئة الأولى حتسند عمود الثاني وبالتالي حبدأ الفئة الأولى من تمانية لاثناش عقبال الست هاي الست عندي هان فبطلع هان هاي من التمانية ومن الاثناش هاي الفئة الأولى خلصت تمام؟ الآن بدنا نبدأ من الاثناش إلى الستعاش عشر يبقى هذا هيرتفع وهذا هيرتفع الاثناش مشترك بين الفئة الأولى والتانية واضح؟ 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 واضح بشي قلوها الحين تكون نفهم من أول أول بأول الآن دروح للفئة الثالثة قديش؟ حمد هادي لعند السبعتاش تقريبا هان وهذا الخط برضو ونشيل هذا وهذا طبعا سطر الدفتر بكون مريحكم انتوا بتعرف تعملوا بتعملوا بالمصر مش بديكم اللي بعدها من عشرين لأربع عشرين عقبال التمانية هاي التمانية هاي في حطة جاهزة اللي بعدها من أربع عشرين عند الأربع هاي الأربع اللي بعدها عقبال الخمسة لها نشوية ألا بكستان نشوية لسه لسه احنا وين الآن لو بدنا نظلل بنظلل بدناش بلاش يبقى فيه فرق بين الأعمدة والمدرج الأعمدة متفرقة بينها فقط يعني لو هاد فئات نوعية كان عملنا بينهن بس فراغات نصانط ونصانط بس لأنه مدرج تكراري ليش نعمل له متلاصق لأنه في عندي حد مشترك حد أدنى لأولى أدنى للتاني وهكذا حلو الكلام طبعا فيه طالبات متنورات زي ما فيه طلاب ممتزين لما بيجي برسم سؤال بقول له أرسلم مدرج تكراري بقول لدكتور فهمنا زيه كلك هابل هاد مدرج بروح بعمل إيش بعمل كالتالي بعمل الفئل ببعد عن السفر بشي الدكتور قلبي عن السفر ببعد بعمل هاي أول واحدة ولا بتطلع تكرار ولا غربين إيش بعمل قاعد برسم درج برسم درج ها مش اسمه درج بدي يطلع وإن شاء الله من فوق يدبوه يا بيعدموه بكون أحسن بنرتاح من هالأشكال هذي واضح؟ هاي المدرج التكراري هاد اسمه الدرج فيش حاج يسميها درج تكراري في مدرج تكراري أما الدرج في داركو هادا طلع الدرج وفط من غاد اضرب رأس على البلاط هيك بكون أحسن الله عافيك طيب خلص من غير فلسف من غير فلسف من غير فلسف آخر منحانة ضال إحنا معادنا لأطنعش الساعة 11 وتلف أخذنا ساعة وربع بس أو عشر دقائق أنتوا محاضرة في الأسبوع الآن مش هتسوع بيه بترجع على الدار بتجري اللي أنا بدي أحكيه الآن ما استعرفتهوش ترجع على الدار إن شاء الله بس المهم الكلام هذا واضح؟ يعني الطاقة الاستعابية كويسة لسا آه آه أوكي ما أنتوا محاضرة محاضرة آه تقريبا هذنتوا فيه ناس أخذت قبل هي آه آه أوكي الطلاب الطلاب آه أول محاضرة عندكم هذا اليوم كويس كمتاز خالح إن شاء الله بعد ما يفضوا ينزلوهن يعني خلالها سبوع إن شاء الله ربنا يسهل راجعوا في الدار هاي الكتاب معكو راجعوا في الدار أخذوك الطاولة عشان تطلع عليها طلع عليها بدي اللي وراكي أنت يا ها خزاكت الطاولة وكسرت الجلم وأنت أبدا مصر اللي تحكي هالكلمة طب ابعتوا ابعتوا أنا قولت بلاش بابعت لكم الرابط مش عارف ابعت الرابط طايم ابعتوا لبعض ابعتوا لبعض الرابط بس ضروري اللي بتنضاف على المجموعة بعد ما تدخل المجموعة تكتب لي على الخاص عشان أعرف الرقم لمن لأنه سيصير عندنا تسليم مواجبات لازم سير عندنا تسليم مواجبات أو لو طالبة بدها تغيب لعضر معين مثلا تكتب لي على الخاص بنعتبرها بس يا بنات خلاص أخذتوا البريك طيب أوكي الآن بنا نأخذ آخر جزئية اللي هي المنحنى التكراري المتجمع الصاعد أو بنسميه المنحنى التراكمي كلمة التراكمي يعني لما يتراكم شيء يعني بيتجمع شيء صح؟ فالمتجمع نفس التراكمي نفس الكلمة يعني نفس المدلول واضح ولا لا؟ طيب خلصنا إحنا هاد أشتغل لنفس الجدول برضو خلينا على نفس الجدول رقم اثنين بدنا نشتغل على المنحنى التكراري المتجمع الصاعد أو المنحنى التراكم إحنا شوفنا الآن لما عملنا المدرج التكراري هاي المدرج هاي التوزيع وعملنا الرسمة معملنا الجدول اكتفينا بالجدول الموجود عندي صح ولا لا؟ يعني مجرد أعمل عمود لكل فئة بس الجديد عندي إنه في بينهن حد مشترك إنه في بينهن إيش؟ حد مشترك بس هاي البفرق عن الأعمدة لكن المنحنى التراكمي الآن هنعمله جدول خاص وهذا هو المهم وهذا الجدول حيمر معنا في الفصل الثالث والفصل الرابع فاللي بتعرف تعمله الآن أو تفهم كيف نعمل هتلاقيه حاجة بسيطة جدا وسهل بتعملها لاحقا وبتتكرر معنا وبيجي عليها سؤال أكيد في الامتحان مش على بس الفصل الثاني هنستخدم الفصل الثالث والرابع إن شاء الله يبقى إحنا الرقم اثنين هنعمل المنحنى التراكمي الصاعد أحيانا بنسميه المتجمع كويس؟ المنحنى التراكمي الصاعد ما نعمله جدول خاص الجدول الخاص ببكة التالي الفئة أو الفئات التكرار هدول من وين؟ من السؤال لعطانيها كويس؟ بدي أعمل عمودين من عندي هي هنا اللي هي بدنا نركز عكيب ننجيب العمودين عندي والله عدت طردكم برا أنت اللي ورا من غير مصخرة أقعد زي الناس وانتبهوا معي طول المحاضرة اللي عبوا حكي وبرم وفي الآخر بنزغط وأماني وأبنقل نترجع عشان على معلمتين حاجة تافهة هذه يعني مفروض ولا على ما بتروح في الموضوع بالذات الفصل الأول والثاني ما فيش حاجة تشغل عقلك فيها كلها بصم احفظ طريقة الحل هيك هاي المطلوب ايش عطينا مسألة نتذكروا فيها كيف نحلل كيف نحسب بتعتمد على قوانين في توجيهة أو في العدادية وين كل كلام مصبوط ولا لا شغل من غير تفكير ولما تيجي حاجات على أدنى مستويات التفكير ونزغط فيها نستهرش ننجح نضايق الوقت في البرم وفي الحكي على الفاضي جاي من دارنا عشان ما تغدينش عندي وقعد مبرة قولوا أنا عندي عذر في الدار ومش فاضي وتعلي قعد انتو إياها هاي بحطك مأزونة أما لتيش هم داني قعد تفهم أما تشوش عندي بيزبطش تمانية اطنوع نزود أربعة ستاش عشرين أربعة وعشرين تمانية وعشرين إلى اتنين وثلاثين ستة عشرة سباطاش تمانية أربعة خمسة المجموع مفروض عندي قديش خمسين احنا عملنا بداينا الجد والهض طيب لخمسين طالب بقيت الآن بدي أعمل عمودين من عندي الآن عشان أعمل المنحنة التراكم الصاعد بدي أكون عمودين من عندي العمود الأول نكتب عليه أقل من الحدود العليا للفئات نكتب أقل من إيش الحد الأعلى للفئة الأولى نعش أنا بقول أقل من الحدود العليا يبقى أقل من الاثناش تمام أقل من إيش الحد الأعلى لهذه الفئة 16 خلاص ضل كيش يسأل نفس السؤال كم لأربعات للآخر تمام أول واحدة ثاني واحدة بس سأل لكن بعد هيك بتصير هاي نسخ زي بنصف أول ذهب محمد إلى السوق بيكتب ذهبا 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 محمد مظبوط ولا لا بحس إنها أسرع مع أنه بيخذ نفس الوقت أوكي الآن هانا 12 16 20 24 24 28 24 هل هذه الفئة حدها الأعلى 32 صاح يبقى احنا شغالين صاح ماشي الحال صعبة هادي كمان مرة أول عمود بتعمله أقل من الحدود العليا للفئات وأكتب كل الحدود العليا كل فئة عقبالها رقم ممنوع يزيد رقم ولا يخس رقم في البعض بيكتب هان تمانية إذا كتبت تمانية هتلاقي الاثنين وثلاثين تيجي هان صاح غلط لازم يكون كل فئة عقبالها حدها الأعلى واضح طيب الآن بدأ جهان اسمها التكرار المتجمع أو التراكمي أو المتجمع نسميه cumulative frequency cf بالكابتل تنتين كابتل هذه f small f small تكرار f i لكن هنا f capital ليش؟ لأنه تكرار هيكبر لأنه تكرار اسمه تراكمي عشان نستوعب الكلام اللي بدون ينكتب هان نعملها قصة بسيطة حلو الكلام؟ هذا وهض من السؤال هذا وهض من عنا كويس؟ الآن بدأ نمسك هدول 6 و 10 و 17 و إلى آخير قدش مجموعهن؟ خمسين في لما نمشي في أرض فيها زراعة أو خالة زي الحوالين مبنى أف أو عندنا في العشب فيه شوك بلزق في التواب تحت في الأواحد صح؟ لا أقل حاجة بدأ جيب خمسين شوك منهن هدول أجمعهن و وزعهن كالتالي إيش التكرار عندي؟ بدأ جيب هان أحط هان 6 6 شوكات بعدها قوم فيه عشرة القوم اللي هان 17 8 4 5 خلصت الخمسين شوك اللي معي حلو الكلام؟ بدناش نجيب توب من التواب نجيب توبة صوف كرة صوف كبيرة الصوف بلزق أكثر من التواب العادي أمسك الكرة الصوف وأدحرجها بعد ما أخلص الفئة الأولى بعد خلصنا الفئة الأولى أكم شوك اللزق عليها؟ هن ستة حركتها لما أخذت الستة أخذت الستة ولا ما أخذت هنش؟ أنا لسه عندي الأولى أكم شوك عندي هان ستة دحرجت عليها هن أخذت الستة يبقى أنا لسه أنا متحرقتش أنا أخذت الكم الأول أخذت راح الكم الأول العشرة والسبعطاعش والثماني لسه محلن أنا بس خلصت الأولى أكم شوك؟ واضح يا نيمين؟ يبقى أول حاجة بعد ما عد الفئة الأولى أتراكم عندي عليها ستة حلو الكلام الكورة زي ما هي كبيرة تستوعب ميت شوك دحرجتها خلصت القومي الثاني أكم شوك صار متراكم عليها ستة عش أخذت الستة من الأولى وجاها كمان عشرة أجاها كمان عشرة صار عليها ستة عش ستة عشرة طيب خلصت الكم الأول فاضح هالحين نضيف وين الشوك تعوتوا؟ ستة عشرة وينها؟ أه على الكورة الصوت تابعتنا صح؟ راحت الستة والعشرة خلصهم كلهم لزقات على الكورة ستة عشرة لان بحرجتها على سبعة عشرة في بقولوا السبعة عشرة كمان يلزقنش كلهم طلاب قلت حركها زي الشوبك تبع العجين حركها لما تلقطهم كلهم أكم شوك صار عليها؟ ثلاثة والثلاثين استوعبتم الفكرة؟ صار عليها بعدما خلصت الكوم الثلث صار عليها تلات ثلاثة والثلاثين شوك عدت الكوم الرابع إيش أجهز زيادة؟ تمانية قد يصر عليها؟ واحد وأربعين مشت على الكوم الل degان اخذت كمان أربع قد يصر عليهها؟ خامسة وأربعين عدت الكوم اللهان ووجعت قد يصر عليها؟ خمسين بأخذت كل الشوك الموجود اللي عندي مجموعة تكرارات خمسين واضح؟ كمان مرة بساطة بجيب الرقم اللي هان وبحطه في الأول بضيف له اللي بعده ست مع العشرة ستعاش بجيب اللي بعده ثلاثة وثلاثين هايها وتمانية واحد وأربعين وأربعة خمس وأربعين وخمسة خمسين تمام؟ لعبة صغيرة هيك ولا عشان تبدأ تزهقوا افرضوا افرضوا كانت تكرار عندي كذا وبيدي السي أف كويس؟ هان خمسة احدى عش تمانية اطناعش عشرة ثلاثة مثلا قداش مجموحين بس أفهمنا هذول عشرين بدي عيدهم بس سما نغلطش هذول عشرين وعشرة تلاثين واربعطاش هذولة قديش عشرين وهاي عشرين أربعين وعشرة خمسين برضو خمسين لاحسن في ناس تحسب دائما مكون خمسين مش دائما بس سيكجت معنا بمشي الحال مشيهن خمسة حطناها ضفناها لحد عش ست عش تمانية اربع وعشرين واثناش ستة وثلاثين وعشرة ستة واربعين واربع خمسين عقبال الأخير خلصنا واضح كيف الفكرة؟ اذا عملنا الجدول هذ الكلام الباقي تافه جدا ايش اسمه الرسم اللي بدأ عملها؟ منحنة والمنحنة اخو الخط المنكسر تماما نقاط بس بدل ما تصل بالمصدرة توصيل بالإيد وبنخلص كويس؟ خلصنا يبقى الآن ايش دعم عشان الوسع بس هاي الجدول الأصلة هي مكتوب هناك عنا وهذا خلصنا منه عشان الوسع بس الآن بدا جي أعمل هان حكت بس الصعب صح؟ المتجمع الصعب او التراكمي وهان هاي والحدود العليا مش حدود الفئات الحدود العليا للفئات طيب لما بدأ رقم الأرقام هاي صفر أكبر رقم عندي خمسين ممكن عشرات ممكن خمسات إذا عندي وسع ممكن لو قلنا خمسة عشرة خمستاش عشرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وعشرين أربعين خمسة وعربين خمسين الحمد لله خمسة عشرة خمستاش شرين خمسة وعشرين تلاتين خمسة وثلاتين أربعين خمسة واربعين خمسين هذا السي أف الآن الحدود العليا الفات أبعد عن السفر أبعد عن السفر وغنيله مشيك بقول مسأل باب هي السفر ربنا أبعد عنكم السفر ما حنا بنقول السفر شاق في المادة السفر طيب الآن الحدود العليا إيش أرأول حد اثناش بعمل مسافة هاي اثناش طبعا نقول لنا نقاط كل حد بده نقطه فوقه بس وبعدها ستعاش وبعدها واربعين عشرين وبعدها أربع وعشرين تمانية وعشرين اثنين وثلاثين خلصنا الآن بدنا نعمل النقاط الآن الاثناش إيش عقبالها في التراكمي مش عملناها عالفاض عشان نخذ من الليهان خذوا بالكم من غير هبل وتخلوا فيه 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 موجود هالكلام اثناش عقبال ستة هاي الستة بفوق الخمسة بشوي صغير ستاش عقبال ستاش هاي الخمستاش وفوق الخمستاش جزء صغير العشرين ثلاثة وثلاثين طبعا تصاعدة لازم يكون يطلع هاي اثنين وثلاثين ونوص فوقها بشوي اللي بعدها واحد واربعين تبعت مين الاربع وعشرين هاي اربع وعشرين هاي اربعين اربعين تقريبا انتوا عقبالها اكتر مني هاي واحد واربعين بعدها تمانية وعشرين خمس واربعين بالزبط هاي خمس واربعين الاخير عقبال الخمسين وبنوصل بينهم بالإيد الآن هذا اسمه المنحنى التكراري المتجمع الصاد أو التراك